بس خلينا أقولك كمان إن إقدارة النادي الأهلي النهاردة أرسلت خطاب تاني إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتطالب فيه بالتحقيق فيه ثلاث أربع نقاط نمرة واحد تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام اللي أهضرت حقوق المشروعة لفريق النادي الأهلي وتسببت فيه خسارة ست نقاط في زل سبع أسابيع أو تسع مباراة اختيار كمان حكم مباراة النادي الأهلي وبراميز الأخيرة طبعاً اللي اتغاضى فيه عن ضرب الجزاء صحيحة ولغى هدف صحيح 100% هو تقريباً هو نفس الحكم هو نفس الحكم اللي أقدر مباراة السابيع للفريقين مع الأهلي وبراميز في الكاس وكان فيه برضو أخطاء فجدة في هذه المباراة وبالتالي تعيين هذا الحكم برضو احنا بنقول شواء حكمه على مزاجنا لكن فيه أخطاء حصلت قبل كده في نفس المباراة مع نفس الفريق وهو نفسه يعني الكابتن جهاد جريشا نفسه اعترف بهذا الخطأ بعد المباراة واعتذر كمان عنها طيب انت جايبوا كمان هذه المباراة بيحكمها فده كمان نقطة يمكن النادي الأهلي لمح بيها أو أرسلها من خلال خطابه النهاردة نمرة ثلاثة يعني عدم تفعيل دور الحكم الفيديو أو الفار في مباراة النادي الأهلي معقول يا جماعة مش معقول ان الفار ده معمول لمباراة النادي الأهلي مش موجود الفار يعني المباراة اللي فاتت الكابتن جهاد جريشا الفار مش موجود يعني لو حد قالك اه فيه تقنية الفار موجودة في مصر هتقولك طب الكابتن جهاد جريشا ما استخدمهاش ليه ما يقولك الغية أحسن هو الموضوع صعب جدا مش معنى مباراة الاهلي يعني ليه مباراة الاهلي الحكم ما بيروحش يبص على الفار يعني ده برضو نقطة نقطة خلاف كبيرة جدا إن شاء الله هنقشها بالتفصيل مع الكابتن ناصر عباس بإذن الله طبعا تكملة لبيان مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بيقول جاء ذلك بعد طبعا تقرار رسالة دي طبعا بعد تقرار الأخطاء الفجل للحكام سواء حكام الساحة أو في مباراة الأهلي الفار وهي الأخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خسارة الفريق ست نقاط على مدار تسع مباراة وبالرغم من قيام إدارة النادي بمخاطبة اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري لتدارك هذه الأخطاء بعيدا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر بداية من مباراة مصر المقصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف ثم عدم احتساب هدف صحيح لللاعب للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهرباء في مباراة سيراميكا كيليو باترا وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي ثم عدم احتساب ثلاث ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب وطبعا كان آخر الأخطاء التحكمية الفجة ما جرى ده تكملة لبيان مجلس إدارة الأهلي ما جرى في مباراة أمس أمام برامدز بإلغاء الحكم هدفا صحيحا لمهاجم الفريق والتر بواليا بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف محمد شريف اللي تعور وتصاب وكان هيتصاب يعني ماشي وكانت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية وتحقق العدالة للجميع طبعا ده تاني بيان طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي احنا النهاردة طبعا بيان شافي ووافي من مجلس الإدارة بيشرح كل الظلم اللي تعرض لي النادي الأهلي مع بداية الموسم مش مباراة مبارح بس اللي النهاردة بيقول لك تبتكلموا على التحكيم طب ما تشوف المباريات اللي لعبها الأهلي وشوف خسر النقاط قد إيه وإحنا نطلع هنا نقول ما عليش على التحكيم وشكرا على تغفيد العقوبة ومش عايزين ونقاذر حكمنا وفي الآخر يعني أنا مش عارفة ده بيحصل لصالح مين بيحصل لصالح أي طرف كابتن أحمد مجاهد عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك واتخاب مواقفك وطبعا خلينا نتكلم بكل أمانة احنا دايما دايما بنقول أن حتى الجواب التاني للنادي الأهلي كمان كان حريص على أن تكون العدالة للجميع لكن مجلس إدارة النادي الأهلي وهنا في البيت الكبير وقناة النادي الأهلي أكيد مش هنسيب حق ندينا وحنتكلم وحنقول والغلط بنقول عليه غلط ولما بيكون فيها حاجة كمان سلبيات للنادي الأهلي أو سلبيات فنية للفريق كمان بنتكلم عليها لكن الأخطاء التحكمية في الفترة الأخيرة أعتقد كان يتفجأ بشكل أكتر يعني شكل واضح جدا للعيان وعلمة الاستفاة ما أنا بالنسبة لي شخصيا مش فاهم ليه الكابتن جهاد جريشا ما رحش يعني الحالتين الجدالتين في هذه المباراة لتقنية البار وأكن البار مش موجود فمجلس إدارة النادي الأهلي تاني بيبعد جواب لحق النادي وأنه يحفظ حق النادي ولكن في المجمل أكيد كمان لمصلحة المسابقة زي ما تكلمنا وتطبق العدالة على الجميع إن شاء الله في المرحلة اللي قاية